اشتركوا في القناة احلام او عفوا ان نخليها رؤى لان الرؤى هي التي تبشر لما الاحلام منها ممكن يكون من الشيطان لان بعض الناس الاسف الشديد يعني بتعمل نصحة وبتمسكنا في الالفاظ بالرغم من انا دايما نقول يعني حين الواحد ممكن يتنزل لبعض الالفاظ المشهورة للعامة علشان المعلومة توصل بسرعة انا مش قاعد في فاصلي يعني مش قاعد في جامعة وبشرح لطلبة ومتخصصين لكن ما علينا ففي بعض الرؤى تدل على النجاح والتفوق في الحياة قد يكون نجاح في حياة علمية الدراسة يعني وقد تكون الاحلام او الرؤى تدل على النجاح في الحياة العملية في الحياة عموما رؤية تدفق الماء من المنزل خروج الماء من المنزل وسعيد في المنام هذه الرؤى تدل على النجاح تدل على التفوق ورغم ان هي تدل على الرزق لكن فيه رؤى تدل على اكثر من معنى فمن ضمن معاني تدفق الماء من المنزل النجاح والتفوق الرؤية العكسية وهي رؤية الخوف من الدراسة والرسوب فيها واني ما اقدرش اجتازي الامتحانات الرؤية دي معناها عكسي النجاح اللي شاف الرؤية دي في الدراسة يعرف انه هينجح وهي ما متفوق اللي شاف الرؤية دي وما هوش في الدراسة نجاح في الحياة رؤية العثور على المال للبنت العزباء تدل على النجاح والتفوق رؤية خياطة فستان للبنت العزباء تدل على النجاح صورة الاخلاص للمرأة الحامل تدل على النجاح رؤية الرجل الغريب للبنت العزباء تدل على النجاح رؤية قميص النوم الاسود للبنت العزباء هذه الرؤية تدل على النجاح رؤية الجلوس في المقعد الخلفي مع شخص مجهول طبعا بقى هلاقي بقى ايه طب لو شخص معروف طب لو المقعد الامامي ارجع على فيديوهات القناة هتلاقي ما يفوق الخمستاشر فيديو انا بحب انبه على كل حاجة عارف التعليقات هتروح فين فرؤية الجلوس في المقعد الخلفي مع شخص مجهول تفوق ونجاح رؤية الحصان الابيض تفوق ونجاح رؤية فتح الباب تفوق ونجاح رؤية الصلاة على السجادة تفوق ونجاح رؤية الحمص الاصفر اللي هو في المسليات مش حمص الشام اللي النساء بتستخدمه في الطبيخ الحمص اللي هو مع اللب والسودان والحاجات دي رؤية التفاح الاخضر تفوق ونجاح رؤية السيارة البيضاء تفوق ونجاح رؤية الروب الاسود تفوق ونجاح رؤية اعطاء الميت خروف للمنت العزبة تفوق ونجاح تظلونا في النقاط القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته